مع بداية عهد جديد تحت حكم حركة طالبان في كابول، تراست طوابير طويلة خارج البنوك وارتفعت الأسعار في الأسواق لتؤكد هواجس الحياة اليومية التي تواجه السكان بعد سيطرة الحركة بسرعة مذهلة على المدينة قبل أسبوعين. وفي خطوة لإدارة عجلة الاقتصاد من جديد صدرت أوامر للبنوك بإعادة فتح أبوابها بعد أن ظلت مغلقة منذ سيطرة طالبان على كابول، إلى أنه تم فرض حدود أسبوعية صارمة على السحب النقدي، ولا يزال كثيرون يضطرون للوقوف في طوابير لساعات للحصول على المال. وخارج المدينة حذرت منظمات إنسانية من كارثة وشيكة، إذ تضرر المزارعون من جفاف حاد دفع الألاف من فقراء الريف إلى اللجوء للمدن. وتزايدت الضغوط بشدة على العملة في اقتصاد يقوم على النقد السائل، ويعتمد اعتماداً كبيراً على الاستيراد في توفير الغذاء والسلع الضرورية، وأصبح الآن محروماً من الاستفادة من مساعدات خارجية بمليارات الدولارات.